تتسع رقعة الخلاف داخل البيت السياسي السنية ما ينذر بانعكاسات سلبية على المشهد العام بعد فترة من الاستقرار النسبية شاهدها العراق باتجاهات مختلفة يستمر الانشطار داخل البيت السني انشقاقات واتساع لجبهة وتقلص لأخر قد يكون مثالها الأبرز وتحالف الأنبار الموحد حراك يهدف لإيجاد جبهة مناوئة للجبهة التقليدية التي يعتقد انها صادرت القرار السياسي للمكون وانها حاولت التفرد في السلطة هناك اليوم اصبح تكتل جديد وتكتل تحالف الأنبار اضافت الاتقلات الموجودة مثل عزم ومثل تقدم وهناك اعتمال تصبح تكتلات جديدة وهذه التكتلات الجديدة ستصبح مناوئة إلى الكتلة المتفردة بالسلطة وراح يكون القرار السني مين حصل على تكتل واحد أو على حزم واحد راح يصبح هذا القرار السني متوزع على الكتلة الأخرى ومع احتدام المواقف داخل المكون السني ووجود مثلها في البيوتات الأخرى تؤكد أوساط سياسية إن استمرار هذه الخلافات ستكون له انعكاسات سلبية على المشهد العراقي بعد نتجت البلاد إلى استقرار سياسي تنتظر من طريقها تحقيقه منجز حقيقي هناك مصالح وهذه المصالح تتضارف فيما بينها وهذا يؤدي إلى الانشقاقات وهذا ليس في مصلحة البلد وإنما هذا يؤدي إلى الخراب يؤدي إلى التفرقة يؤدي إلى هناك تبدأ معارك وتبدأ أيضا تصل إلى حد السلاح وهذا غير صحيح يفترض أن يتفاهموا ويتوصلوا إلى نتائج تخدم البلد لا تخدم مصالحهم الشخصية لأنها لا تؤدي إلى نتيجة وإنما هناك من ينظر إليهم وينتظر منهم أن يكونوا هم الذين متسيدي العملية السياسية وبحسب المعطيات إن هذه الانشقاقات برزت على خلفية تغييرات في المناصب الإدارية والمفاصل المحلية في المحافظات التي يتمركز فيها المكون السني ويتوقع واني أزداد الحراك الإشطاري داخل البيوتات السياسية بولادة تيارات جديدة كلما اقترب موعد انتخابات مجالس المحافظات تمهيدا للانتخابات التشريعية مصطفى عالوش الرابعة بغداد على مستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة